بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأساد محمد بن أحمد الناصر بأن الله تعالى سيكون حديثنا موجه للصف الثالث التأهيلي الفصل الدراسي الثالث وعنوان درسنا لهذا اليوم سنن الصلاة تعليمات هامة أولا يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له إذن يا أبطال لا تستكون جلستك هادئة مريحة بعيدة عن الألعاب أكترونية الجوال والأيباد والتلفاز القلم والكتاب تكون موجودة معك القلم والكتاب مهم وجودة معك حتى تستطيع متابعة الدرس بشكل صحيح وحل الأنشطة التي نستعرضها فالأخير يا أبطال لا تنسوا متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته تأكدوا من غلاف الكتاب لديكم كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة الهدف العام معرفة سنن الصلاة الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة أقسام سنن الصلاة بشكل صحيح أن يذكر الطالب والطالبة السنن القولية والفعلية قدر الإمكان أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمه بشكل صحيح إذن لدينا الدرس الثالث والعشرون سنن الصلاة إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البركود ليتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي إذن لدينا سنن الصلاة قسمان سنن قولية وسنن فعلية سنن قولية مهم جدا ركز يا أبطال سنن قولية وسنن فعلية في فرق في أفعال وفي أقوال فلدينا بعض السنن الفعلية ولدينا كذلك بعض السنن القولية مثلا أن يقول سبحان ربي الأعلى أكثر من مرة هذا من السنن طريقة الجلوس في التشاهد الأخير هذه من السنن الفعلية إذن هناك بعض الأفعال وهناك بعض الأقوال هي من السنن هي التي سنتعلمها من السنن القولية دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح الذي يكون في بداية الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك من السنن الفعلية التي تكون كذلك في بداية الصلاة رفع اليدين حذوة المنكبين أو الأذنين في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع عند القيام للركعة الثالثة إذن هذه أربعة مواضع أرفع يدي فيها أنا أرفع يدي حذوة المنكبين بهذا الشكل يا أبطال عند التكبير أرفع يدي بهذا الشكل في أربع مواضع هذه من السنن الفعلية تكون في البداية في تكبيرة الإحرام عند الرفع كذلك من الركوع وكذلك عند الرفع من التشهد الأول هذه من السنن التي يكون فيها فيها أقوم برفع اليد إذن عند تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع والقيام للركعة الثالثة أرفع فيها اليدين هذه سنن فعلية وهذه من السنن القولية كذلك لدينا من سنن الصلاة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي هذه سنة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة سنة فعلية أو قولية ما رأيكم يا أبطال أني أستعاذ يعني قبل لا أبدأ بقراءة سورة الفاتحة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه سنة قولية أو فعلية قولية السلام عليكم هذه السنة قولية من السنة الفعلية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أثناء القيام قبل الركوع وبعده أو قبض اليد اليسرى أو قبض اليد اليسرى بي اليوم يعني أني أضع يدي بهذا الشكل من السنن كذلك الفعلية أو أني أمسك عليها كذلك هذه من السنن من السنن من السنن الفعلية أثناء القيام قبل الركوع وبعده كل هذه من السنن الفعلية ثالثا البسملة قبل القراءة يعني أقول بسم الله من السنن القولية من السنن الفعلية النظر إلى موضع السجود رابعا ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود هذا من السنن القولية يعني أنا واجب في السجود أقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الركوع أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ما زاد يعني مرتين أو ثلاث أو أكثر هذه من السنن لكن الواجب عندي مرة واحدة ما زاد يصبح من السنن القولية مجافات رابعا مجافات العضدين عن الجنبين أثناء السجود يعني أبعد يديني أبعد اليد دائما أثناء السجود أثناء السجود وأنا ساجد أبعد العضدين عن جسمي ما أخلي قريبة من الجسم أثناء السجود بالتأكيد إذا ما كان بجنبي أحد أو أوذي أحد بجانبي بسبب هذه الهيئة للسجود إذا كان أحد بجانبي أوذيها أو المكان ضيق فأني أطبق هذه السنن السنن القولية كذلك ما زاد على الواحدة من قول رب اغفر لي بين السجدتين السنن الفعلية مجافات البطن عن الفخذين أثناء السجود يعني أثناء السجود السنن أني ما أخلي القدمين الفخذين لا أصقف بشكل مباشر على بطني السنن أني أخليها بعيدة عن بطني وأبعد بينها هذا المقصود فيه مجافات يعني أني أبعد وخلي فيه مسافة سادسا من السنن القولية ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع فيه أحد يعرف من الأذكار اللي نقولها بعد الركوع ربنا ولك الحمد فيه أذكار اللي نقولها بعد الرافع من الركوع ربنا ولك الحمد وأذكر أي ذكر فيه أحد يذكر أو صلب جنب أبوه أو أحد أخوانه وأمه وسماع ماذا تقول بعد الرافع من الركوع يعني ربما أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض من ما بينهما من ما شئت من شيء بعد وغيرها من السنن التي تكون عند الرافع من الركوع الافتراش في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية هذه من السنن الفعلية القراءة بعد الفاتحة والسنة أن تكون في الفجر من طوال المفصل ويبدأ من سورة قاف إلى المرسلات يعني نقرأ هذه السور هذه من السنة الأهم أن يكون اللي يصلون معي يقدرون يتحملون لو كانت السور طويلة المغرب من قصاره ويبدأ من سورة والضحى إلى آخر القرآن في بقية الصلوات من أوسطه ويبدأ من سورة النبأ إلى سورة الليل سابعا التورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية حكم سنن الصلاة يثاب المصلي على فعلها ولا يعاقب على تركها هذه السنن يثاب من قام بها ولا يعاقب تاركها يعني ما أهتم فيها لا هي سنة بالعكس أن أتحمس لو صار شيء سنة من النبي عليه الصلاة والسلام هو شيء عظيم وأنا أتحمس أني أسوي هذا الشيء لأن أقوم بهذه الأعمال لأنه من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولي فيها الأجر العظيم عندما أقوم بها من السنن القولية ذكرنا أني أقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجب ما زاد؟ هذا من السنن من السنن الفعلية ذكرنا مثلا مثل تكبيرة الإحرام أني أرفع اليدين حذواء المنكبين وعند الركوع وعند القيام كذلك من الركعة الثانية من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية النشاط الأول لدينا أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة من السنن القولية دعاء الاستفتاح أو النظر إلى موضع السجود من السنن القولية من السنن القولية قولية من القولة أني أقول هذا الشيء دعاء الاستفتاح أو أني أنظر إلى موضع السجود يعني الواحد ينكبر ينظر موضع السجود المكان الذي يسجد فيه ما الذي يكون من السنن القولية؟ دعاء الاستفتاح اللي يقول سبحانك الله و بحمدك و تبارك اسمك دعاء جدك و لألام غيرك هو من السنن القولية أو من السنن القولية أني أنظر إلى موضوع السجود من خلال ما تعلمنا ساعدوني في اختيار الإجابة الصحيحة يا أبطال أيها تكون من السنن القولية أحسنتم بارك الله فيكم دعاء الاستفتاح هو من السنن القولية من السنن الفعلية البسم له قبل القراءة أو رفع اليدين حذو المنكبين من السنن الفعلية أفعال و ليست أقول أني أرفع يدي حذو المنكبين في تكبيرة الإحرام عند الركوع الرفع من الركوع القيام من الشهد الأول في الصلاة الثلاثية لثلاث ركعات أو أربع ركعات أو أني أقول بسم الله عند القراءة أني أقول بسم الله أو أني أرفع يدي من السنن ما الذي يكون من السنن الفعلية ساعدوني في اختيار الإجابة أحسنتم رفع اليدين حذوى رفع اليدين حذوى المنكبين النشاط الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي من السنن القولية الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة من السنن القولية الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ قولية هل هي سنة قولية أن أستعاذ قبل قراءة الفاتحة؟ أحسنتم هذه من السنن القولية العبارة صحيحة من السنن الفعلية ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود هذه عبارة صحيحة أو خاطئة من السنن الفعلية أني أزيد ما أقوله في الركوع والسجود أني أقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات هل هذه من السنن الفعلية؟ هذه العبارة إذن ما رأيكم خاطئة أم صحيحة؟ من السنن الفعلية ما زاد على الواحدة في تسبح الركوع والسجود هذه بالتأكيد عبارة خاطئة من السنن القولية رفع اليدين حذو الأذنين عند تكبيرة الإحرام هل هي من السنن القولية أو الفعلية؟ هنا يذكر من السنن القولية عبارة صحيحة أم خاطئة؟ حسنتم عبارة خاطئة من السنن القولية البسملة قبل القراءة أن أقول بسم الله قبل القراءة النشاط الثالث أعد كتابة العبارة الآتية حكم سنن الصلاة يثاب المصلي على فعلها و لا يعاقب على تركها قموا بكتابة هذه العبارة و الكتابة أولا فوق هذه الكلمات المضللة ثم بعد ذلك نقوم بكتابتها في الأسفل قموا بإقاف المقطع و إكمال كتابة هذه العبارة كاملة يا أبطال أحسنتم بارك الله فيكم النشاط الرابع صلى العبارة في العمود رقم واحد مع ما يناسبها في العمود رقم اثنين السنن القولية مثل النظر إلى موضع السجود يعد من السنن القولية يثاب فاعلها و لا يعاقب تركها أو دعاء الاستفتاح أحسنتم دعاء الاستفتاح حكم سنن الصلاة يثاب فاعلها و لا يعاقب تركها أو يعد من السنن القولية أو النظر إلى موضع السجود حكم سنن الصلاة يثاب فاعلها و لا يعاقب تركها البسملة قبل القراءة النظر إلى موضع السجود أو يعد من السنن القولية أحسنتم يعد من السنن القولية السنن الفعلية مثل بقي لدينا خيار يا أبطال ما هي النظر إلى موضع السجود في النشاط الخامس ضع علامة صحف المربع تحت العبارة التي تدل على السنن القولية دعاء الاستفتاح هل هو من السنن القولية أحسنتم صحيح النظر إلى موضع السجود من السنن القولية لا هي من الفعلية الاستعادة قبل قراءة الفاتحة أحسنتم من السنن القولية البسملة قبل القراءة هي من السنن القولية ما زاد على الواحدة في تسبيح السجود هي من السنن القولية و ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع كذلك من السنن القولية إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات والاستماع والمتابعة طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته